مع بدء العد العكسي لإفتتاح توسعة المطار الجديدة تطرح معه العديد من التساؤلات على غرار النقل من وإلى المحطة الجديدة فسيارات الأجر التي تفرض أسعاراً خيالية في المحطة القديمة دفعتنا للبحث عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع فتح التوسعة الجديدة تاماً ما يتغيرش تاماً هار يزيد السومة في الترانسبران جنرال في التاكسيات يتندرس على 48 ولاية ما هوش خاص في محطة معينة السومة هي وزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة المالية هما اللي يتدرسون السومة على حسب الزيادة على البنزين على حسب الزيادة على السيارات على حسب العجالات ثلاثمائة سائق هو العدد الإجمالي لسيارات الأجرات المتواجدة في مطار الجزائر وهو العدد الذي ستحافظ عليه النقابة الوطنية لسيارات الأجر داخل التوسعة الجديدة الولويات تولي لسيارات الأجرات لرملك موجودين حالياً في المطار القديم كان 150 في الانترنسونال و150 في الانترنسونال هي يوم بات كان دراسة وتكون اللجنة مأسة بالسلطات المعنية بالآمنية هي الشركة التي تسير المطار هي النقاباتها مدرية النقل ووزارة ومشبه هما يشوفوا إذا هذا المطار الجديد يحتاج السيارات الأجر عصباً ما لا يكون فيها تكون فيها دراسة وتكون لجنة لهم يتدرسوا الشحل من السيق اللي حين يزيدوا إعادة تنظيم سيارات الأجر في توسعة المطار الجديد وفق برنامج معين وأسعار تنافسية بعيداً عن السوق الموازية التي يتغلب فيها الكلوندستا على أسحاب سيارات الأجرات بطريقة غير قانونية